صوت البرلمان الليبي على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الحميدة بيبة مع اقتراب موعد الانتخابات وجاءت عملية حجب الثقة في جلسة مغلقة عقب أسبوعين من مسادقة رئيس البرلمان عقيل صالح على قانون انتخابات رئاسية مثير للجدل وجرت عملية التصويت في جلسة مغلقة للبرلمان الذي اجتمع بحضور 113 نائبا وصوت 89 نائبا لصحب الثقة من الحكومة وقال خالد المشاري رئيس المجلس الأعلى للدولة ان اي عمل يشوش على الانتخابات لا يجب منحه اكبر من حجمه هذه الحكومة يجب ان تحضر الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل واضاف المشاري ان الحكومة مستمرة في عملها حتى ذلك التاريخ ويجب توفير المناخ الصالح لها لاجراء الانتخابات كان البرلمان اعلن تشكيل لجنة تحقيق لاستجواب الحكومة ومنحها اسبوعين لتقديم تقرير متكامل لنظر في امكانية استمرارها او سحب الثقة منها ويؤزم هذا تطور الجديد الوضع مرة اخرى ويلقي ظلالا من الشك على الانتخابات التي يضغط المجتمع الدولي لاجرائها ورد المجلس الاعلى للدولة على قرار حجب الثقة سريعا معلنا رفضه اجراءات البرلمان ومشيرا الى اعتبارها باطلة وكذلك كل ما يترتب عليها لمخالفتها الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقد يتعرض قرار حجب الثقة للطان في قانونيته ورفق الجدل اعملية التصويت وارتفعت اصوات تتحدث عن اخطاء وتزوير قانون النظام الداخلي للبرلمان ينص على ان النصاب القانوني المطلوب للتصويت على منح او حجب الثقة يتطلب ثلثي عدد النواب اي 120 صوطا وقال المتحدث باسم البرلمان انه لن يتم استبدال حكومة دبيبة بل سيتم اعتبارها حكومة تصريف اعمال اشتركوا في القناة